البارحة نزلت موضوع اللي هسه شفت صورته اللي هو بلايف على الهوى تيسير العراقية ويا أبو سند وبيوضع تيسير مو حلو وحشيت عن الموضوع وانتقدته تمام؟ قروب تماسيح العراق تماسيح بغداد تمام؟ نشرو إلي فيديو أنه أنا قاعد بنادي ليلي وقال لو شوفوا هو هذا قحطان عدنان بس سؤال أنا أريد أسألكم سؤال يعني أنا دا أقول لكم أشرب بابا تشبيكم زين؟ أنا دا أقول لك أنه أنا أسهر بنوادي وأقعد ويا من؟ أقعد ويا قضاء ويا محامين ويا طباء وأقعد ويا إشكال وألوان من البشر والشي ثاني تعالى أبو تماسيح تعالى أقول لك شغلة شي ثاني اخاف ما تعرف أو أنت مبطل جديد العرق خل أقول لك إياها اسمع أولا العراق ما عنده شي اسمه هذا يشرب وهذا ما يشرب هذه هسة لغة جابوها الولائيين لو إذا تريد تصير ولائي هسة بالجديد يمي أنا سويك ولائي اسمع العراق شكو به بينادي الأطباء بينادي الصيادلة بينادي المحامين بينادي الصحفيين هذاني كلهن نوادي مو مال صلاة هذاني نوادي ما شرب لا تفهمني نوادي العلوية نوادي نوادي الصيادلة ونادي شي اسمه الصيد هذاني شكو بهن زياني شنو فوقحطان الصحفي عن زيد المسيء زيد الطبيب وفلان المهندس وكلها مهن أنا عندي مهنة مثل أي مهنة شغل الفيديو خلي شوفون الناس أنا داع عرض نفسي هذا أنا قاعد بنادي عائلي وجدت وحدة سلمت علي من المعجبات وين المشكلة زيان انت دا تعيرني انو آني دا تصورني انو آني قاعد دا أشرب زياني دا أقول لك أشرب بشنو دا تعيرني ومنو قال لك اللي يشرب مو نظيف ومنو قال لك اللي يشرب مو شريف منين جايبين هاي الثقافة وهسه إذا أريد أسوي حصائية هو القروب نفسه اللي نشر عليها هو قاعد هنانا اي قاعد قابلت شنة انت قاعد بتجامع وطبعت علي زوم للملهة هو ترق قاعد ويايا يعني انت قاعد ويايا تصورني انت شريف أنا قاعد دا أشرب بحرية الشخصية مو شريف على كل حال هو هذا الفيديو اللي يقولون علي واني يوميا أقول للناس يا ناس أنا حرية الشخصية لا أماخذ دينار من الدولة ولا أماخذ غاتب من الدولة ولا أماخذ أي شي من الدولة اشتركوا في القناة